أحبكم ومصر أنا أحبكم في الله نلتقي كل يوم من بعد الساعة 11 12 في الليل ليليا بمشيئة الله بث مباشر تعبير رؤى ونتكلم في الرقية الشرعية واستشارات وكل اللي تبغون لكن أنا أبغى المقطع هذا إذا وصلكم لا تخلونا عندكم وسووا متابعة لي لأول مرة يتابع وسووا متابعة معي وأسأل الله أن ينفع بما نقدم أنا وياكم وهذا الحساب أسأل الله أن أنا وأنتو بمشيئة الله سبحانه وتعالى نكون شركاء في كل خير يصل إلى خلق الله في الأرض اللي يوصل اه المقطع هذا بعد المتابعة وبعد التوكل على الله سبحانه وتعالى ونشره على أكبر نطاق نبغى نطبق أنا كثرت مقاطع لكن اطبقوا أول ما يوصل لكم المقطع هذا طبقوا اللي بقوله الآن وشوفوا بمشيئة الله سبحانه وتعالى اش посмотр معكم بين المولى بس أبغى اليقين واتوكل على الله سبحانه وتعالى الفاتحة مرة وحدة الآية رقم اثنين في صورة الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم إلى آخر الآية سبحان الله العظيم يشهد الله أني فكيت سهر بقوة الله سبحانه وتعالى بالآية هذه كررتها أكثر من مرة على أحد مسحور من عشرين سنة وأبطل الله سحرهم بقدرة الله سبحانه وتعالى إذن قلنا وشه قلنا الفاتحة الآية 2 في صورة الحشر صورة الفلق وصورة الزلزلة وصورة القارعة كل واحدة منهم مرة وحدة تقرأ على كاس موية اشربوه على الزيت زيتون وادهنوا فيه لو حبيتم الماء والزيت أو اقتسلوا فيه أو اشربوا فقط أو لا تبغون زيت ولا تبغون موية النفر بين الأيادي ومسح الجسد كامل حتى رؤوس الأقدام تبدأ نفثة وحدة وتمسح جسدك كامل حتى رؤوس الأقدام بمشيئة المولى سبحانه وتعالى اللي عندهم عين معقدة اللي عندهم سحر لأنه هناك الآية اللي قلت لكم اثنين في صورة الحشر وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب إذن نستعين بالله سبحانه وتعالى نقرأ الفاتحة أثنين في صورة الحشر الفلق الزلزلة والقارعة كل واحدة منهم مرة وحدة وتكرر إن بغيتوا في اليوم مرة مرتين ثلاثة عشرة مفتوح المجال بدون تقييد بدون تقييد ما في تقييد مفتوح المجال إذا بغيتوها نفذ على الجسد بالعادة مباشرة أو تنفذون على أحد غيركم الأبناء أو الزوج أو الزوجة أو تنفذون بالماء وتشربون وتسلون منه أو على زيت زيتون وتدهنون الأجسات أنا مشكلتي أستعجل في الكلام ليش؟ لأنني أعرف أن الناس صارت صدورهم ضيقة ما يبغون كثير لت والعجن يبغون سريع 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 ويبغون العافية بسرعة ويبغون الأكل وشرب بسرعة نبغى الإطمئنان نبغى الهدوء نبغى التوكل على الله سبحانه وتعالى ثم حافظوا على أمرين مهمة جداً بحياتكم والله العظيم وأقسموا بجلال الله أني لاحظتها على ناس عالجتهم ولاحظتها في بيتي ولاحظتها على نفسي البسمة له وكلمة التوحيد تقولون بسم الله الرحمن الرحيم اللي ما يعانوا من شيء ويبغون يبدون أو اللي ما يستطيع يقرأ على نفسه فيبدأ بالأمرين هذه ثم يقرأ ما ذكرت بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم النفس على الجسد الصدر الأيادي مسح الجسد بالكامل في نقطة ثانية مهمة جداً الاستغفار لا تتركون استودعتكم الله ومسووا امتابع معنا وخلوكم معنا أسأل الله العظيم لي ولكم الجنة